اليوم عندما يخرج مسؤول إيراني ويقول بأن الشعب يطالب بقمع هذه الاحتجاجات وهذه الأعمال التخريبية إلى أي مدى يدرك حقيقة ذلك الشعب الإيراني؟ أولا هذه التصريحات التي يبدأها النظام الإيراني أو داعمي اليوم تسيء للنظام بشكل أكبر مما تستطيع تنقذه هذه التهديدات اليوم لم تردع اليوم الشارع يواجه الرصاص الحي فهذه العبارات التي تستخدم لقمع الشارع اليوم لن تردع المواطن لمواجهة هذا النظام الإيراني وهم باقون في الشارع وأيضا الوقت والزمن هو من يحدد النتيجة إذن مهباد تخرج من أجلها المدن الأخرى هل يمكن أن تتسع رقعة هذه الحدة من الاحتجاجات إلى باقي المدن؟ بكل تأكيد أي مدينة من المدن تنتفض كما انتفضت كردستان لا شك سيتم مواجهتها بالقمع الوحشي لكن حتى في القامة للأسف الشديد نشهد هناك تمييز من جانب القوات الأمنية مثلا تعامل النظام الإيراني الوحشي مع بلوشستان السنية ومع كردستان السنية يختلف عن الاحتجاجات التي تحصل في الوسط الإيراني يستخدم الرصاص البلاستيكي والمطاطي لتفريغ المحتجين في الوسط الإيراني والعاصمة الطهرانية في حال في بلوشستان وأيضا في كردستان وسبغا في إغليم الأهواز شاهدنا تستخدم الآليات العسكرية وملاحقة المحتجين لقمعهم بالرصاص الحي إذن هناك حتى في القمع للأسف الشديد نشهد هناك تمييز لكن رغم ذلك أن هذه هي الشعوب لأنها مضطهدة والتعامل الوحشي يثبت ذلك لذلك هي قررت أن تبقى في الشارع لحين إسقاط هذا النظام لأنه سيستمر بهذا القمع ضد الشعوب في داخل الإيران ترجمة نانسي قنقر